بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا عزائل الطلاب في حلقة جديدة من دروس السادس الإعدادي اليوم حبيت أن أسوي لكم في الدرس يتعلق بحلول الأسئلة الوزارية لاحظوا يعني عزيز الطالب 2016 أوغست يعني الدور الثاني أغسطس راح نحل لكم كم جملة قواعدية عسى وأن تستفادوا من عدها إن شاء الله grammar and functions يعني القواعد والوظائف هو هذا دائما سؤال تقليدي على 30 درجة يكون بفرعين A و B A تكون بتغيير جمل أو حل جمل أما B راح يكون choose اختيارات نبلش بالA السؤال الثاني grammar and functions number one the journey الرحلة normally takes four hours so I think we will get there about six المطلوب use استخدم should or shouldn't for expectation should or shouldn't للتوقع هنا أنا كما نعرف التوقع الجملة الأولى تنزل كما هي دون تغيير ونكمل الجملة الثانية بعد حذف I think مثل ما تلاحظ عزيز الطالب هاي الجملة الأولى the journey normally takes four hours تنزل ما بيها شي so I think so تنزل I think شنسوي لها هذي تحذف ال we تنزل ال wall تحذف ونخلي should وتكمل لاحظ عزيز الطالب so we should get there about six هذا هو جواب النقطة الأولى number two define a tour guide tour guide يعني المرشد السياحي define بمعنى عرف a tour guide المرشد السياحي راح يكون جوابها a tour guide المرشد السياحي is someone who shows tourists around three these these trousers were too long شوف عيني these trousers were too long so I took up them to make them fit put in the correct order ضعها في الترتيب الصحيح وين الترتيب يخصنا بهذا القوس شوف عزيز الطالب هذا 10 الكيا الصير I took them up هذا هو الحل عزيز الطالب I لأنه فاعل took فعل them ضمير up لأنه فعل ضمير حرف جرب النقطة الرابعة my sister hide الفعل hide هو المطلوب الأول من عنده my purse under the bed while I not look الفعل الأول hide والفعل الثاني not look put one verb ضع أحد الأفعال in the past continuous بالماضي المستمر and one والفعل الآخر in the past simple بالماضي البسيط عندنا الأداة المطلوبة هي while قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي مستمر راح يكون حلها بالشكل التالي شوف عزيز الطالب الفعل الأول hid لأنه شاذ والفعل الثاني wasn't looking لأنه ماضي مستمر نقطة رقم خمسة she is going to her computer course tomorrow night I found out she future in the past المستقبل في الماضي المستقبل في الماضي مجرد هذا الإز يصير was بس هذا الإز شوفوا عيني يصير was ما بها شيء جملة الإز يتحول إلى was هذا هذا هو الفعل was شوف عيني الفعل was مجرد مجرد let's take جميل to the new Chinese restaurant he never went there correct the sentence صحح الجملة مو صحح الفعل صحح الجملة الجملة الأولى let's take جميل to the new Chinese restaurant ما بها شيء مشكلتنا بهذه الجملة عندنا الأداة never وهذا never شوف عيني يجي مع المضارع التام البسيط وهو شمطينا went ماذا بسيط إذن هذا هو اللي لازم يتغير زين عيني الصير he has never been there لأنه هو مو راح ولم يعد لا هو لم يكن هناك إذن غلط الوين أصلا لا معنى ولا قواعد إذن صير he has never been there شوف عزيز الطالب he has been there هذا هو التصحيح للجملة number seven I asked the mechanic I asked the mechanic to check the brakes rewrite with the correct form قعد الجملة بالترتيب الصحيح low have low make إحنا الأفعال السببية اللي عندنا تمييز ال have بالفعل ask it ما طول عندنا ask it راح نستخدم شنو هاف ما نستخدم make لأن make مو صحيح الميك تأخذ غير أدوات فإذا راح ناخذ ترتيب عيني ترتيب الفعل هاف لازم شنسوي ننزل ال I ونقول had ليش لأنه ماضي يصير I had the brakes checked بعد حذف the mechanic والto لينذني ask it والthe mechanic والto تحذف راح يصير شوف عيني I had the brakes checked ال I فاعل had الأدات the brakes مفعول به وchecked تصريف ثالث للفعل number eight he leave at ten put the bear بضع الفعل in the correct future form بزمن المستقبل الصحيح ما طول عندي توقيت وتوقيت ثابت يصير عندك هنا ممكن حل لو تقول he leaves لو تقول he is leaving اثنين اثنين صحيحات هذا باليون 7 أفعال المستقبلية احنا اختارينا leaves ليش اختارينا leaves لأنه حل واحد مطلوب من عندك مو حلين 9 somebody stole my wallet last week rewrite قعد الكتابة in the passive form بصيغة المبني للمجهول احنا نعرف بالمبني للمجهول somebody تحذف نجيب مكانها المفعول به فاعل يحذف نجيب مكانها مفعول به ثم كينونة ثم تصريف ثالث للفعل اذا نصير my wallet بما انه last week ماضي و stole بينه ماضي my wallet was لأنه مفرد ثم stolen وتكمل last week my wallet was stolen last week my wallet was stolen last week 10 how long was the training he asked report to the question السؤال المنقول he asked هاي معطيات تنزل طبعا ما مطينا مفعول به عادي جدا ما اكتب مفعول به he asked بما انه السؤال بعد بعدها تنزل الhow long وبما انه الفاعل غير عاقل ينزل نفسه مثل ما قلنا سابقا بالمحاضرات الصير he asked how long the training had been ليش الwas تتحول الى had been لأنه الى زمن أقدم was هي زمن ماضي تتحول الى had been ماضي تام تلاحظ عزيز الطالب يعني he asked قلنا هاي فاعل و ask how long الادات the training او تريد تعوضها بإطماك و مشكلة had been هو الماضي التام he asked how long the training had been نقطة رقم 11 you bought some shoes last week you have decided you don't like them regret الندم use استخدم if only نحن نعرف نضع if only بالبداية ثم إذا كانت الجملة مثبتة طبعا الجملة الأولى مو ثانية ثانية تحذف هذا جملة التبرير كل يحذف هذا هذا من you have decided فما فوق كل يحذف لأنها جملة التبرير شغلنا بس بهاي الجملة الأولى شوفها بس بهاي الجملة الأولى if only I لأنه يوتقلب إلى I بما أنه مثبتة السير من فيه hadn't bought any shoes last week if only I hadn't bought any shoes last week نقطة رقم 12 he be more attractive if he shaved his beard off correct صحيح هاي في الشرطية بما أنه هذا ماذا بسيط إذن قبلها راح يكون ماضي شرطي راح يصير would be شوف عيني هي would be would be هو هذا الحل مع النقطة رقم 12 وتكمل الجملة طبعا ننتقل إلى السؤال فرعبي هذا choose اختيارات هبة need لما صنت need لما صنت وما صنت هنا منع منع تذهب إلى السوبر اليوم لأنه دانا ذهبت البارحة إذن الجواب الصحيح هنا للمجهول مع المضارع البسيط الزؤاموار بينك تصريف ثالث للفعل ما طول عندك اسم بعد القوس قبل تاخذ ING بدون نقاش طبعا مئة بالمئة راح تختار بمعنى تمرين بدني تمرين بدني غير معدود فتختار عزيز الطالب ننتقل اليوم الان الى تمرين اسقاط كلمات كانتين معناه حانوت اوبي يطيع اكسكرجين سكل ريجستر ريسايكل ان سام كونتريز في بعض البلدان مور ذان اكثر من 50% 50% اوفويست من القمامة از شنوش نختار ريسايكل يتم تدويرها نمبر تون هوتيلز الفنادق والاوفن قيف يو لطالة ما تعطيك باكت لانش غداء معلب اذا انت تذهب في رحلة كاملة اليوم كامل اكسكرجين تستطيع ان تسجل لهذا الصف باكمال باكمال افوم اونلاين استمار على الانترنت درايفرز السواق مست اوبي يجب ان يطيعوا سبيد لمت حدود السرعة بريك فاست الفطور يتم تزويده وطلاب يمكن ان يشترون الوجبات الاخرى في الموقع من الحانوت الذي على الموقع ننتقل الى تمرين ماتش ماتش بمعنى زاوج هيدفونز طبعا هيدفونز سماعات اذن ويامن ثنكس سي الاولى سي تضعها على اذانك تلسن برايفتلي لتزغي بشكل خاص بمعنى شاغر شنو معنى شاغر دي الشركة لديها شاغر لموظف جديد باحث عن عمل الشخص الذي يبحث عن العمل حزام الأمان هذا يحميك عندما تقود او عندما تطير طيارة تبعد بالطيارة تطبيق او استمارة تطبيق او استمارة بي ارتين ريكوست نعم طلب مكتوب براميديكس موظفو الاسعاف نختار هويامن ويال ميديكال هيلبرز مساعدون الطبيين او ليسوا اطباء وليسوا ممرضين اشتركوا في القناة